هاي ارمين ورحمة موشي اصدقائي اصدقائي اجلتكم من فيديو جديد اليوم يا اصدقائي نفس ما اقرأت في العنوان اليوم يا اصدقائي بكل اختصار رح نشوف ادمينز ناشرين تسريبات عن تحديث الصين اتأكد انه تحديث الصين بعدما ما مكتمل يعني اكو اشياء جديدة رح تنزل بالمستقبل فتعالوا شوفوا هالاشياء والالعاب الجديدة هما من كيف هم مبينيها النا اوكي اصدقائي فهذول الادمينز والله صراحة اشكرهم لان رح نعلم شو رح ينزل قبل لا ينزل التحديث اصلا فشوفوا الفيديو الاخير وحطوا لايكات شكرا لقناة وفعل الجرس ويلا مبلش لتسكو طبعا حلو الليلي هنا طالعي جنن طبعا اطلب منكم تنشرون هذا الفيديو لانه في تسريبات وسوارف واشياء حلوة فيلا اصدقائي طبعا خلو غير مكاننا شوي مثلا الروح على كرسي الموجوده هناك عند الشجرة وان الشجرة اوه يس هاي ظهرت فراح يكون مكان احلى ما دام ايضا الليل فالليل في تحديث الصيني جنن فراح تكون حلو المكان فيلا يا اصدقائي طبعا نرجع الموضوعنا بعد ما رحنا لهذا المكان شوفوا المنظر كيه صاير ايه جنن وهسا يا اصدقائي نفس ما قلت لكم اكو تسريبات من الادمينز لاشياء يعني رح تدل انه تحديثي الصيني ما كامل فيلا تعالوا شوفوا يا اصدقائي ايه 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 اي اوكي صح فنحط ثلاث سيرويات اوكي فهذا هو تريد بوينس اوكي يلا ندخل اوكي هذه هي الصورة الاولى الناشرة اخر شي قبل اليوم هذه الصورة مليونة تسريبات اوكي فشوفوا يا اصدقائي الاشياء الموجودة اللي الديل يعني هواي اشياء الديل هواي تسريبات رح نعرفها قبل لا ينزل التحديث اصلا يعني التحديث على موجود تنزل هالاشياء فاول واحد يا اصدقائي تشانك هذا الحيوان الارنب بالماء يا اصدقائي مسميه ناواتر رابتس اوكي فنفس ما يشوفون الحيوان واضح اصلا يعني مكبره لفل خامسه ومبين الوانه وشكله فبس ممكن طالع يعني نصا مبين لكن الشكل تبعه جدا حلو فهذا اول شي والحيوان لسه منازل لا في العروء ولا عند اليوتيوبر ولا اوكي يا اصدقائي فهذا اول تسريب تمام عرفنا انه شكل الحيوان راح يكون هيتشي لما نكبره واسوارف يعني راح يكون كلش حلو اوكي فهذا تسريب من دريد بوي وايضا هناك اذا طبعا لحظة اذا تذكرون بالاميل تبع بيك اكسي قبل ان ينزل التحديث اصلا لما قلونا راح نلعب لعبة حلقات ورح نطير ونجمع حلقات اتذكرون هاي اللعبة لكن للحين ما نزلت لكن راح تنزل يا اصدقائي فالتسريب من دريد بوي شوفوا الصورة اللي وراه باع البرج البرج حول غيوم لونها وردي وفيها شغلة هذي اللي تطير والفوق موجودة في قريبا جزيرة المراح وغير مكان ايضا فهذا يا اصدقائي نفس ما تشوفون راح نقدر نلعب الحلقات عن طريقين مثلا هذي الغيوم راح نسعد عليها لما تجمع الطاقة من جديد البدلة ونرد نطير من جديد يعني يا اصدقائي نفس لعبة زير غرافتي تذكرون زير غرافتي كيف كنا نلعبها ايضا كاتبتلة وحلقات واشياء تنوقف عليها على مدى الجمع طاقة وغيرها نفس الفكرة يا اصدقائي لكن ببدلات الصين ويبقى يا اصدقائي طبعا بدلات الصين افضلها اكثر لانو هاي البدلات نفس ما قلت لكم نقدر نتحكم في الصعود تبعها والنزول تبعها كلش حلوة اوكي يا اصدقائي واذا سقطنا على الارض بدل ما نستخدم طاقة البدلة من جديد ويلا نسعد نسعد عن طريق هذي شوفوا هسا هذا الازرق اللي قلت لكم عليه فراح تفيد هذي الشغلة الموجودة هنا وطبعا اذا من تهمين يام الباب هذي يا اصدقائي تبع البرج موجود هذي الشاشة هذي الشاشة يا اصدقائي راح تسجل الارقام اللي سجلوها اللاعبين عن طريق هذي الحلقات يعني هم راح يجمعون ارقام عن هذي الحلقات شفتوها بعد تعرفون لعبة هتا من زيروغرافتي نازلة فراح تعرفون يعني وضعبا اكثر واحد راح يكون اسمه اول واحد فراح تضعوا جوائز اكثر فهذه هي التسريبات الموجودة في الصورة فشفتو كيف يعني مليان التسريبات عرفنا شكل البرج قبل لا ينزل شفنا شكل الحيوان وشفنا الغيوم شفنا هذي الاشياء يعني كل شي واضح بهذه الصورة لكن شوي احس فيها غواش ما اعرف فيعني مو واضح مثل بقية الصور شفوها ساهاي واضحة اهم هنا شوش حيل فا اوكي اصدقائي فشفتو يا اصدقائي تسريبات يعني تخيلوا البرج هي شي حاليين بعدين راح ينضاف عليه هذي الاشياء طبعا اللي قلت لكم عليه هي نفسها هاي شفوها لا اوكي هذا شفوها ساهاي للطيل اللي فوق هي نفسها راح تصير قدام البرج اوكي اصدقائي فراح تفيدنا انه نصعد فيها بدون ما نستخدم الطاقة ونصعد لفوق لانه راح تخسر من طاقتنا لما نحن واقفين غير عمدين جمع طاقة فالذلك راح تفيد وطبعا اذا تذكرون في الايميل لما ذكروا لعبة الصعود الى القمر تذكرون Go to the moon فهالمعقولة هي هاي اللعبة هذي اصلا لا Go to the moon ولا اشياء ثانية هذا مجرد ايموجي لا تكون هي هما قالوا عبارة عن درجة راح تكون اشياء فهذا مو درج اصلا هذا مجرد صور ايموجيات فمستحيل تكون هاي ما توقع شكلها غريب وما Go to the moon وين المون بالضابط ما اتوقع تكون هذي وطبعا ممكن ينزل تتريب ممكن وايضا يا اصدقائي ننتظر التحديث لما تنزل لعبة هذه الحلقات ونشوف اذا اكو تغيير وضاي فيه لعبة جديدة فمتحمسة لهذه الشغلة واتشعيكم الحدثة وننتقل الاد من البعدة بعد التسريبات فيلا نروح انت خبر روكسي ممكن اغلبكم مايعرف اذا بحثت على روكسي وحطيت ثلاث صفارة وتبحثوا ما رح تطلع لاسف لاسف لا يعرفون روكسي اصدقائي اصلا خرجت من فريق بي كيك زي يعني اشي اسمه روكسي بعد ماكو يعني لاسف الشديد راحت روكسي رغم ان هي كانت حبابة من نسبة لي حبيتها ماعرف لاسف يعني ليش راحت ماعرف ليش لكن الاسف يعني هو دريد بوي قال في الديسكورد قال انه روكسي طلعت ورحت من الفريق ورحت غير شغلة وهي اشياء فصراحة الاسف يعني حزنت عليه لانه لانتش تحبتها فلاكن الاسف راحت الاسف الشديد لكن الكود الجديد تبعها ساحا علمكم اياه تعرفون حسابها الكود تبعها يا اصدقائي هذا الرقم لاحظة مو ثلاثة ايه اوكي هذا الكود تبعها الجديد هذا الكود اذا تعرفون يعني في لعبة pkz انه هذا الكود عادي هذا مو ما اليوتيوبر ولا ادمن فللاسف راحت روكسي نفس ما تشوفون طبعا اخر صورة قبل 3 ايام فالموجود في الصورة انه هي سوت صور لشخصيات او اقصد اصدقائها في اللعبة وهي كأنه حفلة مو حفلة توديع يعني توديع لاصدقائها هيتش ومبينين انه حيواناتهم مسميها بروكسي وحاطة ايمو جيبكي واشياء لذلك هاي اخر صورة على ما اعتقد بعد ما رح تنشر شي جديد فممكن هالشغلة يا اصدقائها حتصير فبس حبيت اخبركم عنها شوفوا فهذا بنت لو ولد او ولد اوكي فهذا نروح ننتقل للادمن اوكي ممكن عنده تسريب خلنا دخلو نبحث لانه احيانا يعني ينشر تسريبات اذا ملاحظين مرات او ماي غاز عمليلي صورة لحظة اوكي صورة علني واو هذي واضحة اللاو الليفل تبعي شري كملت هنا يا اصدقائها قبل فترة اوكي بعد ما نشر عني فننتقل الادمن اسم قلت لكم فا يلا هو لسه لسه اادمن لسه ما راح من الفريق فا يلا تخطع الصورة او حساب تبعه في اليوني وننتظر احمل اوكي حمل او ماي غاز اخر مرة نشر فيها قبل تسعة وعشرين يوم يعني من زمان او ماي غاز ليش يتي وما نشر شي نشوف منها شوية منها ماكو هاي السور القديمة شافتها من قبل فعني سالة شهر تقريبا مناشر فا اوكي يعني بس درايد بوي اللي نشر بس انا حابت اتاكد بالفيديو انو ياكو مخافي اطلعيك وتسريب واحنا ما ندري فرحت على الادمنز المشهورين اللي نعرفهم في لعبة بي كي كزي وما نشر غير درايد بوي فنفس ما شفتوا يا اصدقائي هذا التسريب تبع درايد بوي اريدكم نشرون الفيديو يلا انا حابت نشرون الفيديو اليوم فعلمود انو نشرون لأي واحد من اصدقائكم وطبعا حطوا لايكات لا تنسوا هالاشياء يعني هالاشياء معروفة لازم تسووها وطبعا مبروك لكل شخص فاس بكود البرحة فوصونا مئة الف لا تنسوا الكود تبع حزمة النجوم لا تنسواها يا اصدقائي فواو شوفوا البدلة ويا اصدقائي كذا الفيديو اليوم شاء الله تكون سمتعتوا اياي فحطوا لايك شركوا بالقناة وفعلا تجلسوا احبكم واشوفكم بالفيديو الجاي باي باي